من المشهد الداخلي الذي ظل جاثما قرابة عام من الانسداد تتجه فواهة البنادق والجنود إلى المناطق المتاخمة مع الشريط الحدودي بين العراق وإيران أما الجنود فهم من الحرس الثوري الإيراني بمدرعاتهم وقواتهم الخاصة بتحرك بري هذه المرة عقب هجمات صاروخية وطائرات مسيرة انتحارية على مقر ومواقع أحزاب المعارضة الإيرانية شمال العراق التحرك من ملفات داخلية إلى نقاط التماس والنزاع مع دول الجوار على مبدأ حفظ السيادة تزامنا مع تحرك حكومة السوداني إلى معادلة العلاقات الخارجية الذي بدأه مؤخرا يترافق مع تأزم المشهد على الحدود حيث طهران التي تعلن خطواتها فتنفذها أحدية الجانب تماما كما تفعل تركيا بضرب حزب العمال الكردستاني بقنابل فتاكة لكن تبدو بغداد غائبة عن المشهد أو هكذا يرى المجتمع الدولي وعلى رأسها أمريكا التي حضرت من عدم احترام طهران للمواثيق وبدأت بنشر مدرعاتها وحرصها الثوري بما يصنع تصاعدا في المشهد الأمنية وبكل وضوح وعلانية يخرج المرشد الإيراني للحديث عن نجاح سياسة بلاده في ثلاث دول من بينها العراق بما يعني بحسب محللين لعقلية النظام الإيراني أنها رسالة لعدم وجود نية إيرانية حقيقية باحترام مواثيق سيادات الدول التي تمارس أذرعها ضرب المعادلة الأمنية فيها وعودة أكثر شدة لمبدأ تصفية الحسابات مع أمريكا على أرض خارجية كالعراق دون الاكتراث لسيادة بغداد ودون احترام تصريحات صناعة الاستقرار التي لم تتحقق إلا على الورق بين طهران وحكومات بغداد المتعاقبة تناشد كردستان بما فيها من حكومة وبرلمان وأحزاب سياسية كذلك خشية تأثير تصاعد حدة التوتر الحدودي على استقرار الإقليم وموقعه في المنطقة ورغم أن أحزاب سياسية كالبارتي الذي دعا الأحزاب المعارضة لطهران إلى ضرورة اختيار مكان مناسب لها إلا أنه وبحسب أمنيين يراقبون التطورات الأخيرة لا يرون في لغة الوجوب والتشديد فائدة مع دخول الحرس الثوري حالة الصفر للمواجهة دون انتظار حوار عراقي إيراني ومثلها مستمرة تركيا وبلغة تصعيدية أشد عنوانها هذه المرة قنابل فتاكة تخترق الجدران تماما كما يقول ناشطون عن اختراق أنقرة وطهران لما تبقى من سيادة بغداد